اشتركوا في القناة وأن هذا التصنيف يعتبر إنجازاً إنسانياً وحضارياً ونوعياً ودولياً رفيع المستوى تحتفظ به المملكة للسنة الرابعة على التوالي كدولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يعكس إيماناً وتكريماً لجهود وإنجازات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الدؤبة والمتواصلة في جميع المجالات المتعلقة بكفالة حقوق الإنسان وأدوار جلالته السامية في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الدولي يأتي إضافة جديدة واستمراراً لمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة واحترام حقوق الإنسان في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بظل دولة المؤسسات والقانون التي جعل منها جلالته رعاه الله برؤيته الحكيمة أنموذجاً مهماً يحتذا به إقليمياً ودولياً كما تقدم معالي رئيس مجلس الشورى بخالص التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معرباً عن عظيم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الدولي ترجمة نانسي قنقر